يحقق مكتب التحقيقة الفيدرالي للإف بي آي في انفجار سيارة الأربعاء عند المعبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة بعد استضام سيارة بهيكل نقطة التفتيش عند جسر في شلالة نياغرا حسب ما أفادت وسائل إعلام الأمريكية وبحسب أربع من قوات إنفاذ القانون تحدثوا بقناة البي سي نيوز كانت السيارة تسير بسرعة عالية عندما اصطدمت بالهيكل واشتعلت فيها النيران وانفجرت وأضافوا أن البحث الأولي لم يفضي إلى وجود أي متفجرات أو عبوات مشيرين إلى أن هذه معلومات أولية وأشر المسؤولين إلى سقوط قتيلين بين ركاب السيارة وتحققوا السلطات فيما إذا كان الحادث متعمدا